مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي نجريها في موسكو مع سيد إفجيني بريماكوف رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون كومنويل في الدول المستقلة وشؤون الروس في الخارج والتعاون الإنساني سيد بريماكوف أهلا وسهلا على شاشة سكاي نيوز عربية أعداد كبيرة جدا من المواطنين الروس يعيشون في الخارج في أوروبا وفي أمريكا وفي دول عديدة كيف باعتقادك تؤثر عليهم الأزمة الأوكرانية تؤثر بشكل كبير والمسألة تكمن في أن مواطنين النطقين والمتحدثين بالروسية في الخارج يوجهون الآن موجة متصاعدة من الكراهية للروس روسوفوبيا وأتحدث هنا في المقام الأول عن أوروبا وأمريكا أي بلدان ما يعرف بالغرب الجمعي لأن المواطنين المقيمين في أسيا وإفريقيا أو في العالم العربي لا يواجهون مثل هذه المشاكل لذلك الحديث هنا عن أوروبا حيث تمارس عليهم ضغوط عدوانية كبيرة فهناك حالات تم فيها إغلاق الحسابات المصرفية للناس كما توجد حالات تنمر ضد الأطفال الروس في المدارس والطلاب في الجامعات وحالات تم فيها رفع قيمة إيجار السكن للبعض بل وهناك حالات اعتداء على الأشخاص في المتاجر بالطبع لا أستطيع وصفها الآن بالإجرامية لكن مع ذلك هي مسجلة وذلك إذا سمع أنهم يتحدثون بالروسية بالأساس تأتي هذه التصرفات من جانب أشخاص من ذوي الأصول الإكرانية المتواجدين في أوروبا حيث تزايدت أعدادهم كثيرا في الفترة الأخيرة وهم يتعاملون بعداء شديد عند سماعهم للغة الروسية لكن الغريب في الأمر أنه في الكثير من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق أو بلدان أوروبا الشرقية لا يجد السكان المحليون اللغة الأوكرانية ولكنهم يجدون الحديث باللغة الروسية وعندما يحاول هؤلاء السكان المحليون التحدث مع الأوكرانيين باللغة الروسية ليعرضوا عليهم المساعدة تكون استجابة الأوكرانيين عدائية وهذا في أقل تقدير أمر مستغرب بالطبع ليس هذا ما يثير قلقنا فمن المفهوم طبعا أن الأوكرانيين يعانون الآن من متلازمة مع بعض الصدمة كما يقال لكن تصرفات أفعال السلطات والمجتمع في هذه البلدان الأوروبية هو ما يقلقنا بشدة هل هناك دول معينة يتعرب فيها الروس أكثر لهذا النوع من التنمر الذي تتحدثون عنه؟ نعم بالطبع هذه الدول هي بريطانيا ألمانيا بولندا وفي بلدان لم نكن نتوقع أن تأتي منها مثل هذه المتاعب وأقصد هنا إيطاليا وإسبانيا التي كانت العلاقة فيهما تجاه روسيا جيدة حتى عام 2014 عندما دخلنا إلى فصل جديد من المواجهة مع العالم الغربي والتي لم نتوقع أن يحدث بها هكذا أمور لكن مع ذلك منذ عدة أسابيع وقعت حادثة غريبة عندما رفضت جامعة في ميلان تدريس منهج أدبي حول دوستوفيسكي وبرروا ذلك بشكل غريب قد يثير ما سأقوله رد فعل قوي لأن الأكثر سخرية في هذا السياق كان منشور على موقع تويتر كتبته سيدة ما تعليقا على هذا الخبر هذه السيدة يبدو أنها كانت قد نشأت على أفكار التسامح الأوروبي وهي الأفكار التي تقول بأنه لا يمكن اضطهض إنسان بسبب جنسيته أو قوميته كتبت هذه السيدة تقول إن منع دوستوفيسكي ليس بسبب كونه كاتبا روسيا نظرا لأنه لهذا السبب لا يجب منعه ولكن لأنه يدعم بوتين نعم يبدو لي أن استعدت روسيا على مدار كل هذه السنين لموقعها في العالم كان عاملا تلقته بسلبية شديدة النخب السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي بلدان ما يعرف بالغرب الجمعي الأخرى وأنا أتحدث هنا عن أنه يقلقنا بشدة الوضع الذي يمكننا أن نقارنه بمقدمات وإرهاصات اندلاع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أي عندما بدأ الخلاف بين القوى الكبرى في إطار محاولتها للسيطرة على الموارد ولا أقصد هنا موارد كالغاز والنفط على الرغم من أهمياتها في الوقت الراهن ولكن أيضا الموارد التكنولوجية والمعادن والأسواق كسوق العمل وسوق المنتجات الفكرية والأسواق الاستهلاكية وكما كان الوضع في ذلك الزمن يرى العالم الغربي اليوم أن من حقه السيطرة على الوضع العالمي وعندما يجد أنه لا ينجح في ذلك يدخل في حالة من الهيستيريا لقد بات من المفهوم الآن أن العالم لا يمكن قيادته من مركز واحد لم يعد هناك قطبا أوحدا للقوة في واشنطن وإلى آخره فلتنظروا إلى صعود الصين كل هذا يدفع النخب الغربية للنظر في مسألة إعادة تقسيم الأسواق والحفاظ على السيطرة روسيا التي استعادت نفوذها وعلى الأقل قدرتها العسكرية بالطبع تشكل عاملا موثيرا للقلق بالنسبة لهم وأوكرانيا لم تكن سوى ذريعة وليست سببا هل أفهم من ذلك سيد بريماكوف بأنكم تعتبرون أنه بالفعل يوجد في الغرب ما يعرف بالروسفوبيا أو رهاب الروس بالقطع هناك روسفوبيا في الغرب وهذه القصة ليست والدة اللحظة الراهنة أريد أن أوضح لكم أن أول كاريكاتير على ورقة مرسوم عليها دب روسي يلتهم أطفال ورسومات أخرى كلها ظهرت في أوروبا منذ أهد إيفان الرهيب أي في القرن الخامس عشر والسادس عشر لذا هذه ليست قصة جديدة يبدو أن أوروبا لم ولا تستطيع أن تغفر لروسيا ضخامتها وعظمتها وثرائها ومواردها وأن أوروبا لم تستطع أبدا هزيمة روسيا عسكريا بل ما حدث هو العكس ففي حقبة الحروب النابوليونية حاربت جيوشنا العدوى الثورية في القرن التاسع عشر الهزيمة الواحدة التي تحملتها روسيا كانت في الحرب العالمية الأولى بسبب الثورة لكن بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية دخل الجنود الروس برلين واحتلوها يبدو أن هذا هو ما لم تستطع أوروبا أن تغفره لروسيا ولن تغفره كيف سيتعامل الفنانون الموسيقيون الرياضيون الروس مع الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية بحقهم وأعني هنا حذر نشاطهم في الدول الأوروبية ومنعهم من دخول المسابقات العديدة نحن نعلم أن الكثير من العروض المسرحية والحفلات الموسيقية تم إلغاؤها ففي مرمى نيران الانتقام والقمع وقع أفضل المبدعين والفنانين من أبناء بلدنا أمثال فاليري جيلشيف الذي ألغيت حفلاته بل زد على ذلك تمت إقالته من أوبرا ميلان مع ذلك أنا أعتقد أن هذا هو نوع من الهستيريا التي ستنخفض حدتها مع الوقت إذ لا يمكن الحفاظ على هذه الدرجة العالية من الهستيريا لوقت طويل على الأغلب عندما سيصل الغرب إلى قناعة بأن روسيا لن تتراجع وفهم أن الثقافة الروسية لا يمكن إلغاؤها أعتقد حينها ستكون هناك جودة لوجودنا الثقافي وإلا فعليهم في أوروبا أن يفهموا أن الثقافة الأوروبية ستكون فقيرة بشكل ميؤوس منه لا رجعة فيه ولا يمكن إصلاحه لأن تشايكوفيسكي ودوستوفيسكي الذي تحدثنا عنه منذ قليل هما جزء من الثقافة العالمية بل والأوروبية كذلك ما أراه حتى الآن هو فقط هستيريا فمنذ فترة قصيرة قرأت خبرا مثيرا بأن عددا من فناني فرقة الباليه الوطني الأوكرانية كان يفترض أن يقدموا عرض باليه بحيرة البجعة لتشايكوفيسكي في مكان ما في إيطاليا فقامت وزارة الثقافة الأوكرانية وقيادة فرقة الباليه الوطني الأوكرانية هذه بتحرير رسالة إليهم أعربوا فيها عن نيتهم إقالة هؤلاء الفنانين من الفرقة الوطنية بسبب أنهم تجرؤوا على التفكير في الرقص على موسيقى تشايكوفيسكي في إيطاليا وأن هذا التصرف مستهجا وغير مقبول ولا يجب فعله فتم إلغاء هذا العرض للبالي هذا أضربه كمثال على الجنون والحمقة والهستيريا التي أتحدث عنها آمل أن ينتهي ذلك قريبا فالثقافة الروسية لا يمكن إلغاؤها أعتقد أن هذه ليست ظاهرة مؤقتة أعتقد أن ذلك سيمتد لسنوات وسنوات لكني أتحدث هنا عن أن حدة هذه الهستيريا وارتفاع صقفها سيتراجع إلى مستوى ما قبل الحرب لكن مع ذلك هذا الصراع سيمتد ويطول أجل في هذه الحالة أريد أن أسألكم هل أصبحت العزلة أمرا حتميا على روسيا؟ العزلة عن من؟ سؤال ردا على سؤالك العزلة عن العالم عن أوروبا عن الغرب عن العالم ما يسمى بالعالم المتحدر وهل هذا الغرب هو كل العالم؟ نحن نتحول وكأنني أنا من أجري معك الحوار هل هذا الغرب هو كل العالم؟ هل هناك عزلة لروسيا عن العالم العربي؟ عن مصر؟ فلتجيبني كيف أنتم تبطرون ذلك؟ لا لا توجد عزلة عن العالم العربي وهل هناك عزلة لروسيا عن آسيا؟ بالقطع لا وهل هناك عزلة لروسيا عن إفريقيا أو عن أمريكا اللاتينية؟ لا إذا نظرنا إلى تلك الدول التي في حقيقة الأمر أعلنت الحرب العالمية الثالثة وأنا بالفعل أرى أن هذه هي الحرب العالمية الثالثة هي في واقع الأمر أعلنت هذه الحرب العالمية الثالثة حملة صليبية على روسيا فنرى نعم أنها أي هذه الدول من حيث ثرواتها وقدرتها العسكرية تشكل قوة كبيرة لكن على الرغم من ذلك من حيث الديمغرافيا ومن حيث الموارد ومن حيث التأثير في العالم ومن حيث الاقتصاد هي ليست مركز العالم على الإطلاق بل فضلا عن ذلك أنا على قناعة بأن الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو بناء علاقات صدقة ودية طيبة بل وعلاقات تحالف مع العالم العربي ومع بلدان جوارنا القريب فعندما نرى أن مراكزنا الثقافية لا تستطيع العمل في بولندا وتواجه ردود فعل سلبية وتتعرض لحظر الأنشطة والفعاليات الثقافية فإننا نفكر أليس من الأفضل بالنسبة لنا أن لا نعمل في بولندا فهذا ليس جمهورنا المستهدف فهذا ليس جمهورنا المستهدف شكرا جزيلا لك سيد Евгений Александрович بريمكوف رئيس لكالة الفدرالية لشؤون دول الكومنويلث وشؤون الروس في الخارج والتعاون الدولي شكرا جزيلا شكرا جزيلا بهذا تنتهي هذه المقابلة الخاصة التي أجريناها لكم من موسكو تحياتا وإلى اللقاء